اشتركوا في القناة مصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وأسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وأجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية تاريخية راسخة ومتميزة والحرص المتبادلة على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالحهم المشتركة ويلبي تطلعاتهما المستقبلية وأكد جلالة الملك المفدى وأخوه سمو ولي عهد أبوظبي اعتزازهما بأواصر الروابط الأخوية المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما تشهده من تطور مستمر في جميع المجالات لكل ما فيه خير ورفعة الشعبين الشقيقين دعينا الله عز وجل أن يديم على البلدين التقدم والازدهار واستعرض جلالته مع سمو ولي عهد أبوظبي التطورات والقضايا والمستجدات على الساحتين الأقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر